كل نفس زائقة الموت توفي إلى رحمة الله رجل الأعمال مصطفى النبولسي طليق الفنانة سميرة سعيد وأبو نجلها الوحيد شادي بعد صراع طويل مع المرض ومما لا يعرفه الكثيرون أن الفنانة سميرة سعيد تزوجت مرتين المرة الأولى من الموسيقار هاني مهنة واستمر زواجهما أربع سنوات والمرة الثانية من الرجل الأعمال مصطفى النبولسي لكنهما انفصل بعد ذلك وظلت علاقتهما يسدها كل احترام وتقدير حيث فاجأ شادي النبولسي متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام عن صورة مع والده الرجل الأعمال مصطفى النبولسي أثناء أجازة صيف معنا على البحر كما تفعل الجمهور مع صورة نجل الفنانة سميرة سعيد ووالده معتبرين أن الابن يشبه كثيرا والده كما كشفت الفنانة سميرة سعيد في أحد البرامج التلفزيونية أنها تزوجت من مصطفى النبولسي عام 1994 وبعدها بعام ونصف وضعت ابنها شادي مؤكدة أنها لم تخبر أحد بطلاقها من مصطفى النبولسي لأن كان هناك رابط أبدي بينها وبين زوجها موضحة أنها انفصلت عنه بسبب انشغاله في عمله بالولايات المتحدة الأمريكية بينما هي تستقر في المغرب وأن أولاده في معزة ابنها شادي ومن الجدير بالذكر أن الفنانة سميرة سعيد من موليد عام 1958 وتبلغ من العمر 64 عاما وقدمت مجموعة كبيرة من الألبومات الغنائية وصلت إلى 40 ألبوم والفنانة سميرة سعيد بدأت موهبتها في الغناء وهي طفلة صغيرة كما أشاد الفنان الرحل عبد الحليم حافظ بموهبة الفنانة سميرة سعيد وكان معجب بيها جدا كما أن الفنانة سميرة سعيد غنت لكوكب الشرق أم كلسوم ولفتت إليها الأنظار كما أنها حصدت على العديد من الجوائز الهمة خلال مشوارها الفني ترجمة نانسي قنقر